تقول يقولون بأن المؤمن عندما تخرج روحه تخرج مثل الشعرة من العجيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات تقول كيف نجمع بين الحديثين أخت أمة الله بارك الله فيك أولا لا تعارض بين هذا وهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات يعني في حالة الاحتضار الموت له شدة وسكرات وهذه تكفر ذنوب الإنسان هي يعني الله عز وجل جعلها سبب لتكفير الذنوب والخطايا للإنسان فلذلك إن للموت سكرات اللهم هون علي سكرات الموت هذا الأمر الأول لما تخرج الروح نعم آخر شيء بعد سكرات الموت لما تخرج الروح تسل كما تسل الشعرة من العجيل وتنزل من يعني تسيل كما تسيل القطر من في السقاء كما جاء في الحديث الصيحة هذا عند آخر شيء لما تسل الروح بالنسبة للمؤمن ولذلك المؤمن في آخر لحظة من لحظات حياته يريه الله عز وجل الجنة أما الكافر فتغرق روحه في جسده ما يريد لأنه خلص عاين النار عاين العذاب فتنتزع انتزاع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ولذلك قال جل وعلا والنازعات غرقا هذا في الملائكة تنزع روح الكافر والناشطات نشطة هي الملائكة تنشط روح المؤمن مثل ما ذكرنا تسلها في آخر لحظة كما تسأل الشعر من العجين